عدنا اليوم ثلاثة جمال مهمة في اللغة العربية راحنترجمها للغة الإنجليزية ركزوا تابعوا يانا بهذا المقطع ليس لدي عمل اليوم تناولت الغداء وأنا بحاجة لك ركزوا ياب هاي الجمل شوف عدنا ليس لدي عمل اليوم ليس في اللغة الإنجليزية ولدي ليس لدي منهم ليس لدي اللي هو أنا أنا في اللغة الإنجليزية آي دائما يكتب بحرف كبير ليس يعني don't d-o-n-t نخلي لها فارزة لدي يعني have يعني أملك أو لدي I don't have نخلي الفارزة بشكل أعمق I don't have عمل يعني شوف أركزوا عمل يعني work I don't have work اليوم يعني today فراح يصير عندنا ليس لدي عمل اليوم يعني باللغة الإنجليزية I don't have work today again I don't have work today again I don't have work today today تناولت الغداء هاي الجملة أيضا مهمة جدا ركز من اللي يتناول اللي هو أنا أنا يكتب بحرف كبير اللي هو I تناول أو تناول أو تناولت في الماضي يعني تقدر تخلي لها eat يعني تناول أو at at يعني في الماضي أو تقدر تخلي had had يعني يعني تناول في الماضي فيصير I had تناولت الغداء يعني شنو الغداء الوحدها اللي هو التعريف راح يكون عندنا the the يعني شون the يعني the h و e the تلفظ the النطق ما لها غداء يعني lunch l u n c h lunch فرح يصير عندنا تناولت الغداء I had the lunch again I had the lunch again يعني مرة أخرى I had the lunch أنا بحاجة لك هاي الجملة مهمة جدا أنا يعني I بحاجة أو أحتاج يعني need n e n w e need I need أنا بحاجة لك شوف اللام فقط ل يعني for for يعني لي إذا نقول مثلا لها I need for her لها يعني for her لهم for them لهم لكن عندنا لك أنت يعني المخاطب لك يعني you أنت فراح يصير عندنا I need for you أنا بحاجة لك I need for you again I need for you again I need for you deal متفرين